سفرهاي خالي بمعنى السفرة خالية في ايران هكذا اطلق ناشطون ايرانيون هاشتاك في مواقع التواصل الاجتماعي الذي حمل بطياته الكثير من معاناة الشعب من هذا النظام الذي اتى واذاقهم الامرين فمنذ عام 79 والشعب يعيش حياته بكل ضيق وحرمان فتغريدات الناشطون مع اختلافها اظهرت معاناتهم المستمرة وحياتهم الصعبة من تعامل هذا النظام الذي حاول جاهدا طوال تلك السنوات لاخفائها ومحاسبتهم في حال مطالبتهم بحقوقهم فهذا مواطن يظهر وهو يفتش في براميل القمامة بحثا عن لقمة العيش وهذا اخر يصرخ وهو يصور سفرة منزله وهي خالية من الطعام بسبب حرمانه من الوظائف والمساعدات الشعب الايراني يعيش معاناة مستمرة واضطهادا وقمع من قبل قوات النظام في حال المطالبة بحقوقهم فالسجون تكتظ بالمواطنين والاعدامات في ارتفاع مستمر حسب المنظمات الحقوقية وارقام البطالة لا تكاد تنخفض بل في ازدياد مستمر حتى ان عدد الفقراء وحسب تصريحات عدة مسؤولين تجاوز نصف عدد الشعب اي ما يعادل الاربعين مليون مواطن في ايران لا تكاد الامور تتحسن ولا يكاد الشعب يحصل على كافة حقوقه فهي من السيء الى الاسوأ مع هذا النظام حتى ان الشعب كسر حاجز الخوف وسئم تلك الحياة وخرج بمظاهرات متفرقة واحرق صور الخميني وخامنئي وطالب بسقوط هذا النظام على انه هو الحل الوحيد لليل حريته وحقوقه التي حريم منها مالفر روحاني مالفر قرود